السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله سنشارك معاكم سلو او صفوف المغربي الغني عن التعريف كي يجي مقوم الديد ومعلك متشبعوش منه فخليكم معايا الى نهاية الفيديو باش نتعرفوا ان شاء الله جميع على المكونات اول على القوام اللي كانحتاجه لسلو وحتى على الطريقة ديال التحضير اول حاجة بدأت بها هو كوكاو اللي حمرته في الفران وزولت له القشرة دياله وخليته يبرد ومن بعد نطحنوه هذا هو القوام اللي كان حصلو عليه نفس الشيء الزنجلان كان حصلوه من قبل كان قاوة وكان حمروه حتى هو في الفران عاد نطحنوه بالنسبة للوز كنقسموه على زوج نفس الكيمياء كان حمروه في الفران وكانتحنوه بالقشرة دياله ومن بعد نطحنوه هذا هو القوام اللي بغيت انايا يبقى شوية مهرمش هذا هو المكونات كيف ما كتلاحظوا هذا هو المكونات كامل درته في القصعة درت كاوكاو والزنجلان واللوز اللي مقليه واللوز اللي محمر حتى هو وكان خليوه شي شوية مهرمش اللوز باش كنحسوه بدك المضاق دياله عندي القوزة عندي حبت حلاوه والنافئ سوما متحونين وعندي المسكة الحرة عندي القرفة وكذلك عندي الطحن اللي حمرته او اللي حرقته والزيت اللي قليت فيها اللوز زيت عليها واحد الكيميه قياس يطرق ديال الزيت وسكر غلاسي واحد شوية ديال الملح دابا ان شاء الله غاد ندوزوا باش غاد نخلطوا هاد المكونات هادو كاملين بنسبة الزيت ضروري ما كنسخنوها كيف ما قلت لكم انا الزيت اللي قليت فيها اللوز هي اللي درت وزيت عليها واحد شوية باش كنخلطوا اللوز يطرق او ديال الزيت بنسبة لها المكونات هادو كان نزجوهم مع بعدياتهم قبل ما كان نخلطوا لان هاد القوام او ديال الزنجلان وكوكا واللوز هما كيوليوا كيف ما نقولو اه في العبار واحد بهم غاد نعبروا انا غاد نوريكم التفاصيل ان شاء الله اخذ زلافة كبيرة او صغيرة المهم كتمشيوا على العبار ديال زلافة انا غادي نقدها هكا كناخدو بانيو او شي ايناء كبير لان تبارك الله الكيمية كبيرة معديش تكفيني القصعة باش انا نخلط فيها وهو كيبغد لي كراكم عارفين داروريخس شي حاجة اللي تكون واسعة وتساعدنا باش ننخدموه المهم كناخدو بالنسبة للقوام كيف ما شفتي و خلطو كامل كوكا واللوز مع الزنجلان و نبقاك نعبر كنديرو ربع ديال زلايف ديال القوام او ديال كوكا واللوز و الزنجلان مجموعين كنديروهم في البانيو او من الاحسن البانيو هو اللي كي يساعد و كناخدو الدقيق اللي كنكونو محمرين رانيشاركس معاكم في الفيديو اللي قبل تحضيرات ديال هاد الشي القوام تسلو كنحمروه اما في الفران كيلي كي يديه الفران زنجل و كين اللي كي يحمرو في الدار كيلي في الفران انا قدرتو في الكوكوت صراحة كتجي طريقة جيد سهلة لو بغاتوا تشوفوا الفيديو قبل من هذا غدي تلقاهوه صافي كنديرو اربعة ديال زلايف ديال القوام مهاجوش تزلايف ديال الدقيق باش كنمشي من ضوخش العبر كيمشي مضباط هكا كي يجي القياس هو هادك المهم ما يكونش دقيق كسر من هادك المكسرات او هادك او هادك اللوز و الزنجلان وكوكاوه ديال بغاتوا ندير ربع اخرين باش نزيد عليهم عودة دقيق باش ما نتلفش ويمشي ليل عبره هادك هادي هي القاعدة او كيفاش كنمشي على حساب سلو بقاتلكم شي حزا زايدة عفوان ديال القوام كازولي و تزيدوها ماشي مشكل المهم ما ما يكونش دقيق كسر من هادك المكسرات او لالقوام ديال سلو صافي من بعد ما درت اربعة ديال زلايف ديال الوالة درت معاهم جوج ديال الدقيق ودرت اربعات تانيا دا بغاد ندير جوج ديال الدقيق انا كنقدهم باش يجيو نفس القياس انا كيفما شفتي وراني حمرت جوج كيلو ديال الطحين جات هي هادي كفهم ربعات زلايف راهم حاجة باينة القياس صافي دابا غادي ندوزو باش ننعبرو سكار انا غادي نعاود لكم القياس باش تبقى دائما عندكم هاد العبار مني كنشوفو كنديرو ربعات ديال عفوان اربعة ديال القوام جوج ديال بتقحق مني كنشوفو دراسنا وصلنا لربعات ديال زلايف ديال دقيق عاد كنديرو زلافة وحدات السكر مهم السكر كيتبع دقيق ربعات زلايف ديال دقيق فيهم زلافة ديال السكر نبغادي ندير حبة حلاوة مطحونة ثلاثة ديال المعالق او النافع وهدية حبة حلاوة ثلاثة المعالق من كل حاجة تبقى ديال القرفة مطحونة نديرو ربعات ديال المعالق تلاثة ديال المعالق ديال حبة حلاوة ربعات ديال القرفة مطحونة نديرو واحد شوية الملح شوية مش بزاف باش مالح هنا عندي المسكة الحرة متقوقة مع واحد شوية سكر وعندي الجوزة نحكوها كزعتا واحد لما دقزوين السلوء وضروري منها بالنسبة للقياس انا غادي نخلي في صندوق الوصف المقدير بشكون مضبوطة الجوزة المهم بغيتو تديروها كاملة بغيتو تديرو غينص انا درس غينص فيها لان الحبة كانت كبيرة نجمع المكونات كاملة مع بعدياتها باش كينساجموا قبل ما كان بدون نخلطه باش يلا كانوش طريفات ديال طوب ديال السكر او مهم اي حاجة باش كينساجم العناصر كاملين مع بعدياتهم ومن الاحسن كما قلت لكم ديرو شي حاجة ليتكون واسعة وعريضة باش كتساعدكم تخلطو سلوء في خاطركم سوف يدبعنا بعد ما خلطت هذوك المكونات او العناصر مع بعدياتهم كاملين غادي ناخد الزيت اللي قلت فيها اللوز لما كانتش اللوز كله محمر في الفران ضروري كتسخنو الزيت ما كانتش الزيت ضروري كتسخنوها ما كاندروهاش خضره ما كاندروهاش هكك باش ما يضعش لنا سلوء كنغليوها القياس اللي غادي نشوفوها غادي تبدا تتغلي صافيك نتفعو عليها موينت تسخن مزيان او لرميو فيها واحد شوية واحد تراتقا ديالة طحن من نشوفوه دك الطحن بالحالي بدك يغلى صافيك تعرفوا بأن الزيت سخنات بالنسبة كيلي كيدير بزاف ديال الزيت ما كيدلكش سلوه هو من الاحسن ادلكوه مزيان كلما ادلكتوه هادك الزنجلان وكاوكا واللوز كيتلقو دك ليدام او لدك الدهنيات اللي كيكونوا فيهم فهمتو كيفاش كلما تدلك كلما خرج منهم الزيت اللي فيهم من الاحسن ما تكترش الزيت ولكن عطايا ودلك أنا غادي نكتافي بيطر واحد ديال ديال الزيت في هاد الكيميا كاملة ديال القوام اولا جوش كيلو ديال الطحين مع كيلونس ديال الزنجلان مع كيلو ديال اللوز مع كيلونس ديال كاوكاو كيف ما شفتيو بنسبة لعبارة الزلافة 8000 ديال القوام مع 4000 ديال الزلافة مع زلافة السكر برت فيها يطر واحد ديال ديال الزيت سافيدة بغان مقاكند لك حتى كنحصل على القوام اللي بغيت اعطايا وهد لك كلما دلك سيوه وكلما عطايتوه الخاطر كي يخرج دك الدهنية اللي فيه وكي يجي هو هادك وكي يجي الصراحة مقوم وكي باندك حتى المدق دياله حتى اللون كي يتغير محدد نكن دلكوه وهو كي يعطي دك الشي اللي فيه لمو يمكن هذا هو الشكل دياله من بعد ما وجد لان الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف واحتقد ديتو ودك اللوز المقلية خلاص زوقت به كي بقدزين اختياري على حسب الرغبة وعلى حسب بكل واحده طريقته في التقديم كيف ما بغيتو الصراحة كي يجي رائع معلك والديد وكيف ما كنعرفو كاملين سلو ضروري احنا ما كنديروه المغربك ضروري ما كنديروه في رمضان لانه فيه بزاف ديال الحواج اللي كيفيدو الجسم في بزاف ديال المسائل اللي صحية وكتعاوننا وكتعطينا واحد شوية ديال القوة والطاقة مع الحليب مع كويز دقاتي هو ما كان اكلوش صراحة بزاف في المغرب ولكن من المور المغرب اولا في الصحور تقدروا تاكله واحد شوية ان شاء الله نتمنى الفيديو وانا لإعجابكم وتجربوه بها الطريقة ركي جي ناجح وكنتمنى لكم واشهر مبروكة ورمضان كريم اللي يدخلو علينا وعليكم وعلى الامة الإسلامية بصحاب السلامة وخليتكم على خير والسلام عليكم موسيقى موسيقى